أهلا بكم مرة أخرى ولتحليل الوضع العسكري في أوكرانيا ولتحليل الوضع حول الشائعات والأخبار التي تدعي مشاركة سوريين في الحرب الروسية الأوكرانية من النظام والمعارضة في الصراع الأوكراني ينضم إلينا المحلل العسكري حمد المحمد أهلا بكم أستاذ حمد طبعا شكرا لوجودك معنا في الستوديو أستاذ حمد كيف تقرأ التطورات العسكرية في أوكرانيا ونعكسها على أوروبا؟ تأكيد بعد مرور ثلاث أسابيع على الحرب الروسية الأوكرانية نستطيع أن نقول أن روسيا أصبحت مهزومة في هذا المعركة والسبب هو أن روسيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لم تستطيع تحقيق التقدم الذي كان في مخيلة الجيش الروسي أو في مخيلة بوتين وقيادته العسكرية خاصة أن روسيا سيطرت على بعض المدن الصغيرة أو بعض المحافظات الصغيرة الشرقية تحديدا في أوكرانيا لكنها لم تستطيع أحكام السيطرة بالكامل على هذه المناطق أو على هذه المحافظات الكبرى ككيف العاصمة أو خاركيف أو بعض المدن الساحلية التقدم الروسي الملحوظ في بعض هذه المناطق هو يأتي من خلال التكتيك العسكري للقوات الأوكرانية وخاصة أن القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني هو سابقا كان جزء من المدرسة السوفياتية وهو يعلم ما هو التكتيك الذي أو الخطط العسكرية المرسومة من قبل الجيش الروسي أو القيادة الروسية فاليوم نلاحظ أن القوات الأوكرانية تنسحب من المناطق الحدودية وتستجر القوات الروسية إلى المدن إلى قتال المدن وقتال الشوارع وبالمفهوم العسكري أو بالعلم العسكري قتال المدن وقتال الشوارع هو من أصعب أنواع القتال وخاصة للقوات المهاجمة السبب الآخر هو أن القوات الأوكرانية بنت دفاعاتها على مشارف المدن وأيضا داخل المدن على خطوط قتال وأيضا استجرت القوات الروسية إلى مناطق قتل وجيوب قتل في عمق المناطق الأوكرانية فما إذا استطاعت القوات الروسية في الأيام القادمة الدخول إلى كيف وأعتقد أنها من المحتمل أن تدخل إلى كيف لكن ستكون هناك خسائر فادحة وخسائر كبيرة في صفوف الجيش الروسي وأيضا هناك خطط يعني الآن أعتقد أن النيتو يقوم بمساعدة القوات الأوكرانية ومساعدة الدول الأوكرانية فالنيتو ودول الغرب تريد استجرار روسيا إلى عمق أوكرانيا فما أن دخلت روسيا إلى عمق أوكرانيا سيكون المستنقع الأفغاني بالنسبة للجيش الروسي طيب ممكن توضح لنا ليه الوضع بالنسبة للمهاجم بيبقى أصعب من النحية التانية للأوكرانية بطبيعة الحال وبالعلم العسكري دائما المهاجم يكون ثلاث أضعاف المدافع الأسباب هو أن المدافع يكون دائما هو ابن الأرض وابن المنطقة هو يعلم ويعرف كيف يتحرك من أين يخرج ومن أين يدخل كيف ينسحب إلى الخلف كيف يتقدم هو ابن المنطقة بالتالي أيضا السكان المحليين وخاصة أن المعركة الآن تدور رحاها على الأرض الأوكرانية وبالتالي السكان المحليين لهم دور كبير في مساعدة الجيش الأوكراني والوقوف إلى جانب الجيش الأوكراني وحقيقة الآن الكل يعلم أن الشعب الأوكراني تحول إلى مقاومة شعبية أيضا الرئيس الأوكراني صرح منذ فترة عن توزيع السلاح على الشعب الأوكراني هذه في المناطق الشرقية لا نتكلم عن الكتلة القومية الأوكرانية في المناطق الغربية التي ستكون هي أعتقد هي ستكون نهاية الجيش الروسي في حال تقدم إلى غرب أوكرانيا طيب أعلن حلف الناتو أنه سيحمي دول الاتحال الأوروبي الغير مشاركة في حلف الناتو طبعا من منطق التعامل مع أوكرانيا هل برأيك حلف الناتو قادر على حماية أوروبا؟ وقع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم تقريبا إلى معسكرين المعسكر الشرقي وهو المعسكر للتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي وهو يتبع لأمريكا ودول حلف الناتو بمعظمة يعني كبريطانيا وفرنسا كقوة عظمى يعني في هذا الحلف معظم الدول الأوروبية وخاصة الدول الصغرى لم يكن لديها توجه للتسلح أو بناء جوش كبرى أو جوش غوية أو بالأحرى التزمت الحياد يعني وخصوصا أنه النمسا هي دولة محايدة فبالتالي حتى ثقافة يعني ثقافة الحروب لم تكون موجودة لدى الشعوب الأوروبية بعد نهاية الحرب ومأساة الحرب العالمية الثانية بعد تشكل أو قيام حلف الناتو عام 1949 انخرطت الكثير من الدول في هذا الحلف تقريبا بحدود 28 دولة انخرطت في حلف الناتو طبعا النمسا لم تكن عضو في حلف الناتو هي دولة محايدة كسويسرا لكن النمسا كموقع الجغرافي والاستراتيجي يعني في قلب أوروبا أعتقد يعني هو لن يسمح يعني أو لن تسمح الدول الكبرى بأي خطر أو اعتداء بالنسبة للنمسا فأتوقع هو المرحلة المقبلة هي سيكون المزيد من الانضمام لحلف الناتو انضمام الدول التي لم تكن هي أعضاء فيها ستكون لديها توجه في الانضمام لحلف الناتو خاصة بعد هذه الهجمة الشرسة والعدوانية على أوكرانيا نعم أستاذ حمد تثار الشائعات حول مشاركة سوريين من النظام ومن معارضة في الحرب بالجانب الروسي وكمان يعني بعد أعلان كمان روسيا أنها تلقى طلبات من أكثر من 15 ألف في الشرق الأوسط للمشاركة في الحرب يعني ما هي مدى صحة هذه الهجمة؟ بالتأكيد هذا الكلام واقعي وكلنا شاهد بوتين يعني نتيجة نستطيع أن نقول الهزيمة أن بوتين ظهر في الأسبوع الأول من الحرب وتكلم عن الإغراءات للجيش الروسي وللجرحى وللموت ولعائلات القتلى وإلى آخره وهذا يعني لا توقع يعني شيء يليق برئيس دولة كبرى أن يظهر يتكلم بأمور عن الرواتب وما شابه ذلك لكن هو نتيجة الخسائر الكبرى في صفوف الجيش الروسي وتكلم الرئيس الأوكراني وهناك إحصائيات دقيقة أيضا عن الخسائر في صفوف الجيش الروسي وصلت إلى أكثر من تسعة ألاف مقاتل وهذا يشكل يعني تقهقر في الشارع الروسي وأيضا أصبح يعني هناك تململ لدى الروس على هذه الحرب والكثير منهم غير راضي عنها فبالتالي بوتين يريد جلب مرتزقة من دول أخرى لأنه يعلم في الأيام المقبلة وعلى المدى البعيد سيكون هناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الروسي فبالتالي لجأ إلى تجنيد المرتزقة ودائما يعني المرتزقة هو نستطيع أن نقول المرتزق هو يعني هو من يقاتل خارج حدود الدولة التي ينتمي إليها مقابل حصوله على الإغراءات المالية وليس لديه حتى يعني العقيدة القتالية فقط من أجل حصول على المال لكن هذه المرة بوتين يجلب ليس مرتزقة بالعادة يكون المرتزقة هم يعني أناس غير منظمين أو يأتون بشكل عشوائي وينظمون إلى الدول التي تريد أن تجندهم لكن هذه المرة بوتين يجلب قوات نظامية تحمل الشارع السورية وتحمل العلم السوري هؤلاء جميعهم ينتمون إلى فرق مقاتلة إلى فرق نظامية في الجيش السوري وهذه جريمة تعتبر ويجب أن يحاسب عليها المسؤولين عن قيادة هذا الجيش وأيضا المسؤول وهو الإرهابي الكبير هو بشار الأسد هو من يرسل هذه القوات التي سبق لها أن ارتكبت جراء بحق الشعب السوري وقتلت 2 مليون وهجرت 14 مليون ودمرت سوريا عن بكرة أبيها الآن بشار الأسد وزمرته الحاكمة يرسلون المرتزقة من تشكيلات الجيش السوري إلى أوكرانيا لقتل الشعب الأوكراني وتهجيره من دياره فبالتالي على العالم أن يصنف هذا الجيش أنه منظمة إرهابية وأن يصنف أيضا المسؤولين إن كان من وزير دفاع أو رئيس أركان أو إن كان حتى الإرهابي الكبير بشار الأسد يجب أن يصنف إرهابي ويقوم بتجنيد المرتزقة وإرسالهم لقتل الأبرياء في دول أخرى طيب ليه برأيك أصبح السوريين يعني عبارة عن مليشيات ومرتزقة إن كان مع أوكرانيا وروسي يعني إيه تفسيرك؟ بالطبع الكلام الآن ينطبق على يعني مصطلح السوري لكن للأسف الشديد يعني أن يتداول هذا التعبير أن السوريين يعني أصبحوا مرتزقة في دول الحروب أو في الأزمات أو في يستغلهم الآخرين بسبب الأوضاع المالية أو الوضع المعيشي المتردي هذا أعتقد هو سبب أساسي لكن من يتاجر بهؤلاء هم القيادات السياسية في سوريا أيضا في صفوف المعارضة أيضا يتحمل المسؤولية من يجند هؤلاء الذين يعني يعيشون في حياة صعبة جدا وفي أوضاع معيشية صعبة لكن هذا شيء غير مبرر ولا يجوز للسوري أن يذهب خارج حدود الدولة السورية أن يقاتل كمرتزق أو ما شابه ذلك شكرا لك القائد الرائد العسكري أستاذ حمد المحمد على وجودك معنا النارضة في الستوديو وتحليلك العسكري شكرا لك شكرا لكم